محمد ويانا شخصيتك أم هو نهج أنت قررت اتباعه لما دخلت المجلس والله هو نهج قررته خصوصا لما شاهدنا الفترة السابقة بالمجالس النيابية اللي يسبقونا فيها الأخوان يعني كان فيه نوع من التشنج يعني ما أثمر ولا حققنا مطالب الشعب الكويتي ولا حققنا إنجازات في المرحلة السابقة وهو نهج ولا أنا كطبع يعني يمكن يختلف شوي لكن إن شاء الله أن نوفق في هذا النهج الذي نتهج بإذن الله ونحقق شيء يعني من صالح مصالح المواطن أولا وخيرا هذا لديه بمحمد بمحمد ملفات جدول أعمال الجلسات الأسبوع هذا يعني مش أنت تتوقع لها وهل راح تقر تشريعات فيه الجدول ما شاء الله أنا شوف منتشر انتشار واسع في شبكات تواصل الاجتماعي يعني ما عاد فيه شيء مخبع لك ولا تشلو نعم لكن يعني تعرف أنت أي جلسة تبتدع بالبند الرسائل و المشاريع و قوانين التصويت عليها يعني في الجلسة القادمة إن شاء الله راح تكون في رد على خطة عمل الحكومة التي ترحت الفتحة الأخيرة و إن شاء الله أنا من ضمن اللي راح يتحدثون عن خطة عمل الحكومة أيضا هناك أسئلة أنا مقدمها أيضا بانتظار إجاباتها وصلت من الإجابات لكن لي ردود على ثلاث أسئلة هي تخص وزارة الصحة و وزارة النفط و وزارة الداخلية نعم جميل لو ترحنا صوب جهاز التحقيقات فهو طبعا أحد الأجهزة الهامة بوزارة الداخلية و المساند للجهاز القضائي هل يعامل أعضاء بشكل فعلا مناسب لطبيعة عملهم يعني سؤالي يخص هذا الفئة من الأخوان اللي في إدارة العامة للتحقيق نعم سؤالي كان يتعلق بالرسوب الوظيفة في وزارة بيخص الأخوان المحققين وعدم استحداث منصب المدعي العام أول كما هو في النيابة العامة هذا طبعا السؤال أنا موجه الوزير الداخلية أتاني الرد وهناك أيضا رد على تعليق عليه إن شاء الله في الجلسة باشر إذا أبدانا لأن فيه كلا سؤال فيه سؤال أيضا مهم جدا الذي هو موجه الوزير الصحة بخصوص مستوصف مدينة صباح الأحمد الأخوة في صباح الأحمد المواطنين هناك يعانون الأمرين صراحة يعني مستوصف يسكر الساعة تقريبا عشر بالليل أقرب مدينة لهم اللي هي مدينة علي صباح السالم الخط الرابط بين المنطقتين سيء جدا وحاليا المشروع اللي قاعد ينفذ الطريق أصلا موقف سالة ثلاثة شهور نعم فيه خلاف ظاهر بين المقاول وبين فهذه المنطقة أنا أنظر لها نظرة خاصة لمعاناة أهلها صراحة صراحة وسؤالي كان ليش ما يكون المستوصف يفتح أربع عشر ساعة يعني عشان نريح هو بشكل عام المستوصفات ما تسكر قبل 12 هذا يعني أضعف الإيمان هو مفروض مفروض أنه أربع عشر ساعة خصوصا لطبيعة هذه المنطقة نعم لبعدها عن المناطق السكنية الثانية أقرب مستوصف لهم بعيد أقرب مستوصف 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 العدان ما فيه إلا مستوصف العدان اللي هو يغطي المنطقة كاملة ودائما مزدحم مزدحم على مدار الساعة وحالة يعني يرثى لها صراحة أبو محمد يعني إيش رائك في برنامج عمل الحكومة أشوف برنامج عمل الحكومة هم سموه نحو تنمية مستدامة وأنا برأيي الشخصية أي تنمية مستدامة إذا كانت بعيدة عن تقنية المعلومات والتكنولوجيا ومواكبة العصر بخصوص هذه الشغلة يعني أعتقد أنها خطة للأسف فاشلة أنا أضرب لك المثال نحن لازمنا إلى يومنا هذا أي مواطن إذا أراد أن يراجع أي دائرة حكومية يأخذ المستندات يطلع مجلد من المستندات وصور صور البطاقة المدنية صور الجنسية صور كذا يعني خلني أضرب لك إياها مثال في دول مجاورة أنا ما بيأروح لدول أبعد سبقتنا بسنوات لكن في الإمارات العربية الأخواني اللي في الإمارات كانوا مطبقين قبل عشر سنوات تقريباً الحكومة الإلكترونية نعم نحن تربي صابقين هم بأبو محمد بالحكومة الإلكترونية بس ما فعلت بالربط ما فعلت للأسف موجود لكن هل فعل؟ لا فعل الآن ترك الحكومة الإلكترونية أتت الحكومة الذكية شوف الناس شون قاعدة تتطور وتواقب العصر نحن لاحظ ما خلصنا الحكومة الإلكترونية يعني شوف يعني الحكومة الذكية هناك أخواني بالإمارات بإمكان أي شخص أن يراجع أي وزارة بالجهاز جهاز التليفون يقدم طلباته ويقدم المستندات المطلوبة منه بالتليفون وأبد يعطونا إشارة بأنك تستلم معاملتك باليوم الفلاني بالتاريخ الفلاني تروح للمكان الفلاني وتستلم معاملتك تصدق بالله أنه لو نطبق هذه العملية راح تحل لنا مشاكل كثيرة غير إراحة المواطن أيضا عندك المشكلة المرورية مشكلة عويسة زحمة الشوارع صحيح مغرزين فيها صارنا سنين وكل ما لها تتفاقم وجهد مثل كرة الثلج تكبر يوم عن يوم لو طبقت هذه تخيل كم مواطن كل صبح من صباح إلى خير يطلع يراجع الدواري حكومية كثير كم مندوب شركة أخي يجابلون شغلهم بالدواري هذا كم مندوب شركة يطلع أيضا يراجع شركاتهم هذه أيضا تخفف وثيرة الازدحام المرور كل الوزارات عندهم تأخير في المعاملات ويطلبون أوراق كثيرة كل سنة فوجئت صراحة بالأطنان نعدمها الوزارة من الأوراق أوراق المستندات يعني مهول يعني العالم تطور والعالم صار وإحنا لازلنا على نفس النهج ماشي يعني هذا هذه أنا نظرتي بالنسبة للخطة اللي موجودة أيضا ناهي كأن الخطة مكررة شيء على أرض الواقع ما قاعدين نشوف يعني كأني حطيت لكم الخطة هذه الخطة طيب متى بدأ فيها متى راح نحاسب كنت إذا لم طبقت ما حاط حتى فترة زمنية محددة بمحمد ما قاعد شوف أن الخطة الآن قاعد تحاكي المخطط الهيكلي الرابع للكويت وأيضا قاعد تحاكي خطة الكويت 35 صحيح تحاكي بس تحاكي بالإنشاء يعني أقاويل وكتابة إنشائية أنا ما أبي كتابة إنشائية أبي أي شيء ملموس أشوفه على أرض الواقع أبي بداية هذه المشاريع ماك شيء كلها وين مدينة الحرير وين حنا سمعنا عنها صح ولا لكن هل طبق شيء على أرض الواقع؟ نعم لا شيء إلا أنا أشوفه حتى يعني المستشفى هذا اللي الآن بعد مستشفى جاب نعم الأمور هذه اللي قاعدة هذه شهادة واضحة بأن الحكومة غير قادرة أصلا على تنفيذ المشاريع نعم جيد محمد هناك يمكن أقاويل وتتداول بعض الإشاعات عن حل في المجلس هذا أو إبطال المجلس هذا الهاجس أو الأقاويل ما تأثر على النواب وعلى الحكومة؟ ما لها تأثير مباشر؟ أشوفي أختي أنا يعني بعد إبطال مجلسين مجلس 2012 و2013 صار هاجس الإبطال هذا في كل بداية فصل تشريعي يقولون لك ترى احتمال إبطال وترى احتمال كذا ويحددونها بتاريخ معين أنا كدوري كنائب يفترض أني ما أنستفت لهذه الأمور نحن نحترم رأيي الغضاء سواء كان بالإبطال أو بقاءنا كأعضاء مجلس سمت نعم المفروض أنه ما يؤثر على دوري اللي أنا أقوم فيه هذا المظلم يعني أقوم بدوري لآخر يوم وليه في مجلس صحي هذا يمكن رأيك الشخصي لكن بشكل عام هل أنت ملامس أن هناك تأثير لهذه الأقاويل على الآذاء لا اللي كان شغالا على حسب الأصول الجلسات من عقدة وكل نائب قائم دوره على أكمل وجه هذا الذي ينتظر الشعب من النواب على صعيد لجنة شؤون الصحية لحضرتك فيها شنو الملفات المهمة راح تقدمونها ويعني ناقشتوها هناك ملفات كثيرة ناقشنا ملفات كثيرة ونحن في صدد أيضا مراجعة ملفات تعرف في بداية أي فصل تشريعي يكون هناك كم هائل من القوانين باقتراح ورغبة باقتراح ورغبة بقانون يعني هذه كلها تكون مكدسة كل نائب لها رؤية معينة لها برنامج انتخابي واعد ناخبي فيه فتكون عندنا طبعا أولويات عندك طال عمرك أبرز التشريعات أبرز التشريعات نحن فيه أمر التحقيق في وفاة مرحوم الله يرحمه بالسابق فلاح الصواغ رحمة الله عليه نعم خلصنا منها أيضا فيما يخص فرض رسوم على الوافدين أيضا هذه خلصنا منها باللجنة رفعناها لمجلس الأمة للمناقشة للمناقشة والتصويت عليها طبعا هناك عدة قوانين أيضا مطروحة ولا زالت في طور البحث نعم وزيادة طبعا كانت موجودة الضرائب على الوافدين للخدمات الصحية أو رسوم نقدر نسميها فهل أنتوا اللجنة مع زيادتها ولا مع ثباتها حنا أنا أقول لك صراحة مع زيادتها مع مراعاة الجانب الإنساني نعم يعني تعرف الأمور الطبية هذه تدخل في الجانب الإنساني أكثر بس بقاء الوضع على ما هو عليه أنا أعتقد أنه فيه خلل لازم أنها ترتب العملية يكون فيه زيادة زيادة معقولة طبعا راح تعرض وأيضا في زيادة ثانية لفرض تأمين صحي على زوار الكويت هذا أيضا موجود يبحث فيه وزير الصحة هذا يفترض نعم راح طبعا يعد تقريره ويرسل لنا في اللجنة الشؤون الصحية راح نبحث هذا الموضوع زوار أفهم يعني قاد أعطيك زوار بشكل عام يعني أو لا يعني حتى دول الخليج مثل قاحرين يمنى لا طبعا حسب تفاقيات دول مجلس التعاون أنه يعامل كما عاملت الكويت دول مجلس التعاون يختلف اختلاف كلي نعم لو رحنا لقضية تجاوزات المكاتب الصحية أبو محمد وين وصل الموضوع هناك خلط أختي بين اللجنة الصحية وبين اللجنة التي تم قرارها من عقب المجلس الأمة بخصوص التحقيق في قضايا التجاوزات في المكاتب الصحية نعم هناك صار في لجنة لتجاوزات تحقق حاليا هي تختلف عن اللجنة الصحية التي أنا فيها راح تحقق طبعا في أربع دول اللي هي أمريكا وفرنسا ولندن وألمانيا نعم هناك تجاوزات حسب تقرير ديوان المحاسبة أنا حسب معرفتي طبعا أن تم تحديد أوقات لسفر اللجنة للمكاتب الصحية هذه والتحقيق حسب ما ورد في تجاوزات ديوان المحاسبة في الفترة طبعا نحن كمجلس ننتظر هذا التحقيق وطبعا راح نكون طبعا أكيد راح نتخذ موقف صارم به بخصوص أي تجاوز على المال العام لأن هذا مال العام طبعا وأي تجاوز عليه طبعا راح يواجه بمسائلة أكيد أكيد محدد راح يرضى بهذا الموضوع أنتوا يعني أكيد يعني على قدم من وساق بمحمد إن شاء الله إحنا فاصل وردين بيطلع معه إذن كملين حوارنا مع النائب خالد الاعتيبي بمحمد المجلس السابق أفضر قانون التأمين الصحي عافية للمتقاعدين طبعا ورغم أنه يتعلق بالقطاع الطبي إلا أنه كان عليه ملاحظات أو يمكن القطاع الخاص لم يتم الأخذ برأيه في هذا الموضوع حاليا أي قضايا يديدة راح تطرح هل راح يتم خلقوا الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني قبل أن يقر صحيح القانون السابق له مثالب كثيرة ما أخفيكم نعم وأعتقد بوجهة نظري الخاصة أن المتقاعدين يعني يستحقون أكثر من ذلك بكثير يعني كان محدد بأمراض معينة مقيد صراحة المتقاعد في هذه المفروض أنها تكون مفتوحة مفتوحة إلى أي درجة مفتوحة مفتوحة على النمت الموجودة يعني ما تحددها تقولها بس أسنان مثلا شل أسنان الأمور الثانية ما يصير العظام ما هي موجودة مثلا تجميل أي تأمين ما يغطي التجميل مثلا تجميل الأسنان أنا أقصد الأمراض مثل القلب يعني يحتاج المتقاعد مثلا العظام أمراض الدسك والركب والسوال يعني الأمور هذه غير داخلة أصلا غير داخلة فيها داخل المراض السكرية ما سكرية السكرية بمستوصف قاعد يعطيك علاجه يعني الأمر ما هو فطبعا ناقشنا هذا الأمر هناك تعديل على القانون راح يرى النور قريبا إن شاء الله وراح خلال يعني كم شهر الأشراء الأساسي خلص العقد الموجود راح ندخل أيضا في عطربات البيوت إلى هذا الضروري نعم هذه منظورة نعم في طور الحصائية بس نشوف الحصائية كم العدد وإن شاء الله يعني ماشيين فيها الأمر نعم أهم شيء أنه يكون أنا رأيي أنه يكون مو محدد بأمراض معينة بطاقة عافية أعطيت التأمين هذا مفروض أنك تكون كمتقاعد مخير أي مرض فيه موجود توجه إلى أي عيادة خاصة أو مستشفى خاص ويتعالج من خلاله ما أحددها في أمراض معين لكن هذا يمكن ما راح يزيد على ميزانية الدولة طبعا راح يزيد إذا دخلت طبعا لا بالنسبة للأمراض لا ما راح يزيد كتأمين إذا أنت بترفع التأمين فأكيد يعني راح يكلف الدولة إذا دخلت ربات البيوت طبعا شريحة جديدة تدخل إلى هذا أكيد راح أنها ترفع ومهمة جدا أيضا أيضا سألتني عن جمعيات التي هي في العام التي تدخل عندنا نحن الجمعية الطبية الكويتية إن شاء الله اجتماعنا الأخير تم الاتفاق بالإجماع بالنسبة للجنة الصحية بحيث أننا ندعوهم بالاجتماعات القادمة للاستئناس برأيهم بحيث يعني فيما يتعلق بالجسد الطبي إذا كان من ناحية الطبيب أو المريض أو المهنة أو المنشآت الصحية اللي موجودة سواء كانت مستشفيات أو مستوصفات والجمعيات هذه ما شاء الله جمعية الكويت وايد سوف يكون الجمعية الطبية الكويتية إن شاء الله المشاركة معنا في جميع اجتماعات اللجنة الصحية ممتاز المجلس الحالي يراجع العديد من القضايا مثل النشر الإلكتروني البصمة الوراثية فالأمور هذه وغيرها طبعا كثير رح يتم تشريع فيها وتعديل أيضا قوانين كانت سابقة الصحيح قريبا هو أهم شيء نعم هناك الكثير من النواب قدموا اقتراحات وكثير من النواب أصلا يعارضون هذا التوجه أنا شخصيا قدمت اقتراح بإلغاء البصمة الوراثية أيضا بإلغاء تقنية المعلومات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات جرائم الإلكترونية وإلغاءها لأنها تعارض بعض مواد الدستور صراحة في تكبيل الحريات نعم وإن شاء الله نحن في صدد تعديلها إن شاء الله ورفعها للمجلس التصويت عليها والبحث وهل في بعض التشريعات ممكن تعدل كثير من التشريعات موجودة موجودة كثير من التشريعات منها موجودة في لجان أخرى غير الصحية وإن شاء الله في طور أنا مثل ما قلت لك الكم اللي بالمع البداية وهو اللي خلى العملية شوي بس الآن يعني شبه جاهز كذا مشروع نعم إن شاء الله راح يعرض في الجلسات القادمة إن شاء الله جميل محمد مثل ما في الكثير من التشريعات نفس ما ذكرت هناك أيضا الكثير من لجان التحقيق في المجلس ويرى بعض النواب أن كثرتها قاعدة تأجل خطوات الإنجاز والوصول إلى النهاية بالعكس أنا ما أشوف أن لجان التحقيق اللي وجدت في المجلس ما جاءت إلا عن طريق تجاوزات أما مالية أو إدارية نعم عن طريق طبعا رفعوها لنا تقرير ديوان المحاسبة أو عرضت للرأي العام وتم البحث فيها فأي تجاوز طبعا الرأي العام راح يحاسبنا ما سويتم كأعضاء مجلس سمع كاللجان التحقيق شي طبيعي أن يصير عندنا لجنة ولجنتين وثلاث وأربع بخصوص هذه التجاوزات بالعكس هذه ممكن تكون رقابية وفيها شفافية تتوضح حتى للرأي العام ما هو التجاوزات اللي صارت لكن ركزت يعني بمحمد وركزت على الجانب الرقابي يمكن والجانب التشريعي أيضا موجود الجانب التشريعي أنا أرجع لك على نفس المحور السوال يعني عندك لجان التحقيق اللي صارت بوفاة المرحوم الله يرحمه النائب السابق فلاح الصواق طبعا رقابتنا رقابة تهتم بالشق السياسي وليس الجنائي يعني نشوف نعم نشوف شنو الأخفاقات اللي صارت في وزارة الصحة ووزارة الداخلية بخصوص القضية هذه بالذات ولقينا صراحة يعني أخطاء كاملة طبية طبية نعم طبية ورفعناها بتقرير مفصل لمجلس الأمة أيضا هناك يعني للأسف تهاون من وزارة الداخلية ولا عدا ما فيه ربط بين الوزارتين بالإجراءات بالإجراءات بخصوص أي طبيب مثلا يغادر لازم يكون عنده تصريح تصريح إذن بالخروج هذه غير موجودة يعني للأسف بحثناها في القضية هذه ولقنا ما فيه تواصل بين الوزارتين بخصوص هذا الموضوع هل راح يتم اقتراح مثل هذا الموضوع أن الدكتور قبل لا يغادر لا هو أصلا مفروض مفروض يكون عنده عذن موجود القانون هنا موجود لكن لا يطبق لكن لا يطبق لأنه ما فيه ربط بين الوزارتين هذا للأسف هذا كلها رفعناه طبعا بتقرير مفصل للأخوة في بجلس الأمة وراح يتم المناقشة فيه والتصويت هو على جدول الأعمال موجود بمحمد الحكومة تأخرت في إصدار عدد من الأوائح التنفيذية وطبعا وين وصلتوا بمتابعة هذا الموضوع للأسف أنا تفاجأت أن هناك 15 لائحة تنفيذية لم تقر طبعا ما أخفيك أي قانون يقر من خلال مجلس الأمة يمر في مرحلتين المرحلة الأولى إعلانة في الجريدة الرسمية ومن ثم الوزير المختص يقوم بإصدار لائحة تنفيذية لهذا القرار هناك تهاون وأنا أستغرب صراحة الحكومة تكون موافقة على هذا القانون ويقر في مجلس الأمة وبنفس الوقت تلقاه يتهاون في إصدار اللائحة الداخلية بتنفيذ هذا القرار هناك 15 مثل ما قلت لك قرار اللجلة الأولويات تبحث في الموضوع هذا هناك تعهدات من الوزراء أنا شخصيا كلمت كذا وزير على هذا الأمر إن شاء الله راح تقر في الأيام القادمة إن شاء الله إن شاء الله جلسة باكر وبعدها بتصير حامي إن شاء الله نمي حامي إن شاء الله فيها توافق وإن شاء الله أن نطلع بنتيجة ترضي الجميع بالضبط هو الأهم من الإنجاز بإذن الله وزير العدل بمحمد صرح اليوم بأن المدير السابق للتأمينات الاجتماعية المتهم بقضية الاختلاسات سيمتل قريبا أمام القضاء لكويتي ما تعليقك ما صحة هذا الخبر ما نسمعنا الخبر هذا وأكده طبعا ما يهمني في الموضوع ككل هو كشف حقيقة هذا الملف بالضبط يعني أخذ صدى كبير مبالغ كبيرة نعم مبالغ كبيرة جدا لازم يأخذ صدى فلازم نعرف حيثيات هذه القضية بالضبط والذي يهمنا أكثر إرجاع المبالغ التي سلبت من المال العام هذه طبعا نحن مع أي توجه يحفظ أموال الكويت نعم ويسترد مثل الموال هذه اللي صرفت غير وجه حق سواء كانت اختلاسات سواء كانت عمليات تحويل يعني هذا عبث ما نرضى طبعا وإحنا إن شاء الله في طور الانتظار عنا نشوف شو اللي يحدث يعني خلال تسليم الأخر رجعان نعم للكويت إن شاء الله إن شاء الله يا رب طبعا هذه المواضيع يتهم المواطن جدا لقد ما قلت أن هذا مال عام وهذا بالأخير مال المواطن يعني فتهتمون فيه بإذن الله وبعد إذا نتكلم عن مال المواطن فنتكلم عن الوثيقة الاقتصادية سعار البنزين والأمور هذه يعني إلى أين ستصل يعني نسمع كلام كثير الحين يعني القرار الأخير تم تجميد هذه الوثيقة حسب علان وزير المالي نعم فإحنا كنواب مجلس الأمة نعم هناك تصور وهناك حلول كثيرة يعني بحثناها وحنا يعني في طور اجتماعاتنا حاليا أهم شيء إن شاء الله يعني الأمور اللي بحثناها واللي راح تقر ما راح تمس جيب المواطن هذا أهم شيء إحنا قاعدين ندفع يعني والحلول كثيرة وحناك حلول طبقت على أرض الواقع في دول كثيرة ولم يمس أصلا جيب المواطن بأي شيء هي العملية عملية فن إدارة نعم يعني ما يصير بعد يبقى المواطن الشماعة اللي يعلق عليها خطاء الحكومة كل ما خطأ ولا صار أي إخفاق تعالي مواطن أنت هدفع فاتورة هذا الإخفاق أسعار التنظيم بمحمد هل راح يتم إرجاعها لما كانت قبل ارتفاعها أم لا؟ هناك اقتراحات على هذا الأمر وحنا إن شاء الله في دور النقاط هذا إن شاء الله في كذب نائب قرأت لهم اقتراحات في هذا الصدد بس يعني تعرف هذا الأمر يحتاج كثير من التوافق كثير من يعني وهناك حلول يعني أنا بواحد من النواب الأعزاء عنده حل كامل لمشكلة ارتفاع البوانسين اللي صاير يعني أحد الحلول قال لنا يعني يدفع بقج معين للمواطن بحيث أن المواطن أهل سمانعنا وماصر قالوا 75 لتر لا خل 75 للي قديم هذاك لا هذاك يدعو إلى الضحف لا لا فيه توجه ثاني إن شاء الله راح يكون أهم شيء راضي عننا المواطن ما يؤثر على ميزانيته وعلى دخل المواطن هذا أهم شيء ولا زال في طور البحث أنا ما ودي أكشف الأوراق أكثر لكن لن نسمح بأي شغلة تطلع ما هي من صالح المواطن هذه يعني ثق تماما ما راح نوقف في يوم من الأيام ضد جاب المواطن أو شيء الله تمس دخل المواطن هذا اللي نتمنى إن شاء الله دائما ويا رب إن شاء الله جلسة باشر وبعدها نشوف فيها الإنجازات التي تسرنا كمواطنين شكري لك شكري لك نابل فاضل خالد مقرر لجنة الشؤون الصحية البرلمانية طبعا في مجلس الأمة وكذلك عضو البرلمان العربي شكري لكم هذا اللقاء وأتمنى إن شاء الله أن أكون مفقت في الإجابة على أسئلتكم وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى إن شاء الله بإذن الله كل توفيق لك وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الأيام المياه وشاهدينا نطلع فاصل وبعد معانا الرياضية فاطمة بوابس